اشتركوا في القناة وعندوا خبرة وعندوا باع الآن في الكرة الافريقية حامل لقاب تمكن من الفوز على الفريق الموريطاني في رغزينة بجوز زيرو وتأهل بالتالي للدور 32 مكرر من كأس الكونفيدرالية الافريقية كيف تشوفت هذه المباريات وهذا التنائي المغربي اللي كمتناه في كأس الكونفيدرالية الافريقية وتجربة جميلة جدا حتى الآن بنسبة لفريق الاتحاد البيضاوي على اعتبار أنه فريق من القسم الوطني الثاني المغربي ويسير بالتبات في كأس الاتحاد الافريقي حتى الآن بدون مفاجأة ربما هو اللي كيصنع المفاجأة أمام خصومه ولهذا أعتبره يعني أي نتيجة يحقيقها الطاس فهي ستكون مقبولة للمتابعين دي الكرة المغربية كما اللي يعشق الطاس أبناء الحي المحمدي اللي لو كيتابعوا نسبيا أخبار دي الفريق دي وبعد ما يعني انداتر نوعا ما هو بطل أقصى بلوات اليوم يرجع من الأبواب الكبيرة كيف كان قوله الواسعة فهو في الكأس الاتحاد الافريقي على بعض خطوة من دور المجموعات ويكون إنجاز كبير الاتحاد بأنه يوصل دور المجموعات إنجاز الاتحاد الافريقي وإنجاز الكرة المغربية لأنه ممتل حتى من قسم الثاني فهذه النقطة المارزة لتيكيت الزوين اللي كيقوله يعني لا أثقف في فريق دي الفريق فهذا شيء جميل جدا منسوش وأنه الفريق لم ينهزم حتى الآن من خلال مواجهتين يعني تقريبا أربع مواجهات واحدة وحد الخصم دياله مجاش لو قاب تيل جامبي مبارتين إفريقيتين خارج أرض ميدانه واحدة رجع بها بنتيجة الانتصار والأخرى تعادل وعلى أرضي هنا في كازان تصار بنتيجة أربعة سيفر فهي أرقام مشجعة للغاية فأنتمنى فقط أنه ملتقيش بالفرق المغربية في الضوء المقبل لأنه ممكن بحكم عنه ثلاث فرق مغربية في الكأس الكون في داراليا فأنتمنى القرعة تجنبهم مواجهات بعضها من بعض حتى نضمن شاء الله ثلاث فرق مغربية في دور المسموعات بالنسبة للفريق نهضة بركان كيف قلتي فعنده الخبرة الكبيرة طبعا ربما الموحيد ديالفريق غير مرتاح كثيرا مع تاريخ سكيتيوي وهذا موضوع مشهدي الساعة ليس بالموضوع الجديد بالنسبة للأنصار نهضة البركانية فالمداليب له الجدل منذ الموسم الماضي ولكن ديما كامل نتائج ديما نتائج وحامل لقاب عرضي حامل لقاب ديالك أسالكو فيدرالية وكانت للترتيب قابا قوسين بالحديث ديالك على البداريب تاريخ سكيتيوي حمد نفتحوا قوس على المدربين والضغط اللي كيكون عليهم فديما هما يعني الأكبش ديال اللي في دايك مما كان قولو فالبداية ديال البطولة الآن خمسة ديالجوال اللي تكن ضمنوا صنة شفنا عبد الراحم طالي مشامل الجيش أيضا المدرب الإسباني مشامل مغرب تيطواني أيضا زمامرا قالوا المدرب ديالهم فبدأت شطاحات المدربين يعني مبكرا كما العادة ففي زمن الاحتلاف واش هاد المسائل اللي كنشوفو يعني هاد تغيير المدربين اللي يعني مجوش ثلاثة ديال المباراة مع مش نتيجة مش مدرب فهاد شي واش كيخدم يعني بصفة عامة المنتوج ديال البطولة الكورة واش يعني كنعرفوا بأن الاستقرار هو كل شي في كورة القدم فكل مباراة او لاجوج او ثلاثة المدرب مش نتائج تحيدوا يعني على ما تستفهم كوبرا خصوصا نحن في زمن الاحتراف وإطلاقا لا يخدم الكورة المغربية كما لا يخدم المدربين أنفسهم لأنه حتى القانون ديال المدرب المغربي أن كده اشتغلت في القسم الوطني أول مع فارق فغير ممكن تشرف على فارق آخر نعم غادي بقفعة طالة غادي بقفعة طالة بمعنى الآن ديال خصوص عوضت المدربين المادية فيما هو متبقى من العقد دياله ممكن نشوفوا المشكل الكبير اللي وقع لأسلم والدوم مع الملودية الوجدية يعني بحكم أنه القيمة ديال فسخ العقد فهي مكلفة جدا مليار سنتين تقريبا هذا شيء مكلف بالنسبة لخزينة ديالفارق ملودية وجدة طبعا المشي لك أنا النهضة تزمبر مع المدرب الإسماعيلي العلاوي فهو مدرب شاب مدرب ليحقق انتصارين نعم وروا أنه بصعوبة ولكن كفريق يستقبل خارج أرض ميدانه وكفريق ما عندهش جريبة كبيرة في الدول المغربي يعني ما يمكنش يحقق نتائج أفضل مما حقق حتى لو كانت بدايته في الموسم الماضي أفضل فهذا لا يعني وأنه المفروض أنه يستمر في هذا الأمر هذا لأنه يعني التضاريس ديالكورة المغربية صعبة فالأدية المغربية فصعبا وعنما البطولة صعبة فالنتائج ديالز ممرة شخصيا أعتبرها مقبولة ربما إدارة الفريق طار الأمور من منظور المختلف فأعتقد المدرب الواحد اللي ممكن تفسر الإقالة دياله هو عبد الرحيم طالب بحكم أنه يشرف على تدريب الفريق منذ الموسم الماضي وبحكم أنه النتائج لا تتماشى تماما مع طموحات ديالجماهيل لكن حتى المنسبة ومع القيمة ديال الجيش الملكي هذا شيء طبيعي ورغم أنه مشي والمشكل رئيسي المدرب مشي والمشكل ديالجيش الملكي ديالجيش الملكي ديالجيش أعتقد يحتاج لحلقة خاصة كرة القادمة إحنا كنعرفه يعني منظومة إلا مكتش المنظومة متكاملة فما يمكنش عمشي القيطر ديالنا دي فدي ما كنعلقوش مع المدرب اللي كما قلتي غالبا ما كيكونش عنده حتى شي يدور في الفشل ديال الفريق يعني لأن منظومة مشروع يعني يخصو يكون متكامل يتماشى مع بعض البعض كيبقى المغرب تيتواني بدوره بدل المدرب إسباني ما كيدا ومغرب تيتواني مع الغازي يعني السلسلة من المدربين بقي ما صدق لهم حتى المدرب المشكلة أيضا ماشي ضروري يكون في المدرب بقدر ما هو ما كيش ديالك الرؤية الاستراتيجية وما كيش الاختيار المناسب ما تضبر يعني عاوض أنك تجيب مدرب وتبدله فأخصو يختار الشخص أو الرجل المناسب وهذا هو الشيء اللي ما كيش في المغرب تيتواني ولهذا التفسير للظاهرات تغيير المدربين في الكورة الوطنية فهي يعني لها ما لها وعليها ما عليها فليس كل المدربين يعني أحيانا حتى الأندية مشي أحيانا بل كل مرات تقريبا الأندية تتحمل مسؤولية هذه التغييرات لأنها ما كتكونش مجهزة نفسها كما ينبغي نرجعوا ربما بالفعل رجعوا بركان نحمد موضوع ديال نهضة بركان فنهضة بركان كيف قلت لك لا يبلي البلاء الحسن مشكل عام ولكن كانت قوة تكسيكية فالفارق المرتقالي يعني واضح أنه يمتلك الخبرة فضل المسابقة محطة فراغ زيناء كانت صعبة جدا قياسة بمباراة الذهاب وإيام لأنه شفنا حتى الأهداف جات من ضربة جزاء مبكيرة وهذا فتحيقة تصعيم بمعنى الفارق تعذب وعانى حتى يسجل تبقى تنائية ديال محسن يا جور الهداف يعني علامة فارقة وتخلل من أوسع أبوابه كأبرز هداف مغربي في الكرة الأفريقية في البطولات الأفريقية المسابقات الخارجية يعني تساوى معدد الأهداف دياله تساوى الرصد دياله مع محمود الخاطب الظاهرة المصرية أو الأسطورة المصرية المعروف يعني شيء جميل جدا أنه شوفه لعب مغربي يحقق هذه الأرقام كما أنه عنده عنده الأفضلية باش أنه يزيد يحسن هذا الرقم هذا بحكم أنه الخاطب يعني معتزل وأصبح رئيسا للنادي الأهلي المصري ومحسن يا جور ما زال العاطية تيجيف كنقوله ما زال كقدم أوراقاتي مادو من فارق مغربي لآخر شفناه مع المغرب التتواني مع الرجاء مع الويداد اليوم مع نهضة بركان شفناه مع المنتخب شبان يعني الأداء الكبير اللي كانت يعمل خصوصا في كأس العالم بإيطاليا يعني لاعب كبير لاعب كبير شفناه حتى في كأس العالم الأندية مع الرجاء ومع المغرب التتواني وشفناه مع حسن يا جور يحقق لقابين ديال كأس الكنفيدرالية مع نهضة بركيا لموسم الماضي ومع الرجاء ربيضاوي أيضا يعني لاعب يال الأرقام القياسية لاعب أصبح مخضرا في الكورة الإفريقية وشيء جاي من كتعانو الجريبة في الدوري السويسري في وقت من الأوقات نعم ممساش ربما مع أندي كبيرة في أوروبا ولكنه نموذج للمحترف المغربي أنا مأكد لما أتشوف النظام ديال محسن يا جور ليومي غتلقاه كي نعاس بكري كي يكون مكلة صحية مكي خالص يعني جميع الأشياء الجميلة لك تصنع لاعب مميز بمعنى الكريم فهلا إذا بغينا نتكلم على شي نموذج ديال اللاعب المغاربة في الدوري الوطني فما يمكن إلا خساروا محسن يا جور بأرقامي القياسية رغم تقدمي في السن بالفعل أحمد عالي عبوم كما كقولون جمعوكو كل التوفيق إن شاء الله للرجاء الويداد الويداد في عصبة الأبطال الرجاء للتاس الاتحاد البيضاوي والنهضة البركانية في كاسلكون فيدراليا الإفريقية فولفنا نشوف الانديا ديالنا في النصف النهائي فكان نتمنى أن نقوم ديما نشوفهم في نصف النهائي ولكن لا نفوزوا بالألقاب عندنا كل إمكانية اللاعبين المسائل اللوجيستيكية أيضا المادية كل شيء متوفر باش الانديا ديالنا تكون ديما متألقة وديما كتشرف الكرة الوطنية في المحافل القارية